انا اقول هذا ما قامت به الهيئة لكني ما زلت عندي رأيي اغلقوا مكتب البي بي سي يغوروا في ستين دهية لانه ده امن بلد ده امن قومي ده امن وطن المفروض العبث بيبقى عندي يعبث هنا لو في لندن فيه مكتب بيعبث في الامن القومي الانجليزي هيتردوه ويحكموه ومش هيغادر الاراضي البريطانية بقول تاني انه مكتب البي بي سي في القاهرة مكتب واذاعة البي بي سي اللي بتبث من لندن ده كل ده شبكة ومنظومة الهدف منها ليس فقط الادراض بالامن القومي المصري انما التشكيك في كل شيء في مصر احنا بنقول تاني احنا في عالم وفي مجتمع مفيش فيه معلومة بتغيب لكن خلط المعلومات وتلوين المعلومات واختلاق المعلومات بهذا الشكل المهين للحقيقة اعتقد انه كفى كفاية اوي كفاية اوي على البي بي سي اكاذيب كفاية اضليل كل واحد شغال في البي بي سي هو بيكون عيش والله عارف لكنه ما يقودش يعمل لي فيها بطل انت مغلوب على امرك بتدار على شغلانك لصمة لكن تقول لي انه البي بي سي مهنية ولا مهنية انت مش فاهم يعني مهنية لا يوجد زي ما قلت في المقدمة بتاعتي زي ما قال مارتن لوتر كينج انه اوعى تنسى انه اسوأ مكان في الجحيم محجوز للي بيقفوا على الحياد لما تكون بلادهم عايزاهم لما تكون مبادئهم عالمحك انا بلغت وقلت وحزرت واعتقد انه موضوع الشائعات وموضوع خلق الشائعات وبث الشائعات انا لنا ان نتوقف شكرا للمشاهدة